هجرة العقول هجرة العقول مرة أخرى هجرة العقول لا أحب هذا المصطلح ما هذا؟ المخصود شيء مثل فقدان العمالة المؤهلة أو الناس الذين ينتقلون من بلدان فقيرة إلى بلدان أكثر ثراء لكن مغادرة الناس لبلادهم من أجل الحصول على فرصة للاستفادة الكاملة من إمكاناتهم هو جزء من الحياة أنا ولدت في الولايات المتحدة ونشأت في زامبيا والآن أعيش وأعمل في ألمانيا فلماذا يثار هذا الجدل عندما يغادر الناس بلدا فقيرا إلى بلد أكثر ثراء أرى أن هذا القلق بشأن هجرة العقول يكاد يكون له وجه استعماري جديد لأنك تريد إبقاء الناس في مكانهم سواء أرادوا المغادرة أم لا أعتقد أن هذا يتعارض مع اتجاه كثير من الناس من حيث قيامهم ومعتقداتهم في زامبيا زرت نفس المدارس مثل دوروثي لقد درست في روسيا وجنوب إفريقيا وكندا ثم عملت لبضاء سنوات في مركز علاج السرطان الوحيد في زامبيا وذهبت في العام الماضي إلى نيوزيلندا للعمل هناك أنا باحثة وأود أن أكون قادرة على العمل في بيئة لا تفرض قيودا في بيئة تشجع ذلك إذا لم أفعل ذلك فأنا لا أستفيد من قدراتي وأنا أريد أن أكون في مكان يمكنني فيه استخدام مهاراتي بشكل جيد لذا فأنا أقدم مزاهمة قيمة للمجتمع لكن عندما كنت في وطني لم تتم الاستفادة مني حقا أولئك الذين يغادرون لا يمكنهم استخدام مهاراتهم ومواهبهم فحسبا يمكنهم تحسينها أيضا لكن الأمر لا يتعلق بحياتهم فقط بل إنهم يرسلون الأموال لعالة عائلاتهم في الوطن في عام 2020 بلغت التحويلات المالية العالمية حوالي 719 مليار دولار أمريكي هذه أموال كثيرة تمثل هذه التحويلات حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي للهند في المكسيك كانت 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي بنسبة للعديد من البلدان تعد التحويلات المالية أعلى من الاستثمار الأجنبي المباشر أو حتى مساعدات التنمية كما أن ما يسمى هجرة العقول يجبر الحكومات على العمل لسد فجوة المهارات من خلال زيادة الاستثمارات في التعليم مثلا الحقيقة هي أن البلدان الأصلية تميل إلى أن تكون لها اليد العليا في المنافسة العالمية على المواهب لقد كان قرار مغادرتي لوطني صعبا مثل كثيرين آخرين أفتقد وطني أفتقد النساء التي عملت معهن أعتقد أن سرطان عنق الرحم على وجه الخصوص هو أمر سيء للغاية فهو مرض يمكن الوقاية منه لكن نساء كثيرات يجبرن على الطلاق وهذا يؤدي إلى عزلتهن اجتماعيا تقول دوروثي إنها تريد العودة ذات يوم إلى زنبيا لتأسيس مركزها الخاص لعلاج السرطان يشير مصطلح الهجرة فقط إلى ما هو سلبي ولكن هناك أيضا العديد من الآثار الإيجابية عندما يغادر الناس بلدانهم وعلينا أن لا ننسى ذلك